اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة ستوديو وان النهاردة الحلقة بسيطة خالص ما فياش اي مجهود بس فيها معلومة مهمة عايزين نعرفها دلوقتي السيشن اللي عندنا ده السيشن كامل اهو وكل اللي انا ملونه بالاصفر ده هي تركات الدرامز في السيشن ده احنا عايزين نعلم على كل التركات دي وهنوصلهم بحاجة اسمها VCA Track اول حاجة هنعلم على التركات هتدوس على ده كده على اول ترك وتدوس shift وتدوس على اخر ترك فكده انت علمت على كل التركات في نفس الوقت هتيجي تعمل عليهم وتقول له يعني زود لي يعني حط كل دي كده على هندوس كده هنلاقي في حاجة اسمها ولونه احمر مهم حكاية الالوان دي لان انت كده بعد كده بتعرف ايه الفرق بين ده وده وكذا حاجة فهتلاقي المين ترك دايما لونه ازرق والباس لونه ازرق ال VCA Track لونه احمر الالوان العادية بقى التركات العادية اللون هاللون اللي هو الايه اللايت جري ده طيب ال VCA ده بقى بيعمل ايه تعالوا نجرب كده اه لما بنحركه بيحرك لي كل الفوليوم بتاع التركات مع بعض ده وظفته طيب يعني طبما الباس ترك بيعمل كده الباس ترك بيعمل كده بس بطريقة تانية يعني هتلاقي لو ضفنا دول لباس ترك مثلا كاين ده الباس ترك هتيجي تنزل الباس ترك اه هيوطي الصوت معاك لكن الفيدر ده بس هو اللي بينزل طب ده هيأثر على ايه بيأثر على حاجة بعد كده اسمها مش عايزين نتكلم عليها دلوقتي بس ده كده بيأثر على كأنك مسكت واحد واحد من دول عملت تنزله كده طيب بدل ما هتنزل واحد واحد من دول انت عايز تقلل كله بتنزلهم حتى بينزله بنفس المستوى فدي تبقى ميزة كويسة وكمان بينزله بنفس يعني لو عملت على ده بس كل دول هيتأثروا بتاعه بس ممكن تيجي هنا كده وتروح عامل وتقول له وتعمل تجرب اي من الحاجات اللي احنا تعلمناها لما تعمل مثلا ونعمل هنا كده نجرب اتوافل السوت ده هو كده ده صوت طبعا لو دوست سولو هيخليهم لي برضو هما لوحدهم كلهم سولو لو دوست ميوتي يخليهم لي كلهم ميوت هايزين هم سولو ثاني خليهم كلهم سولو هيتأثروا بيه اهو نرجع بقى كده للريد عشان نشوف الوتوميشن فعلا نتأثر ولا لا تعالوا نشوف كده اهو فعلا نتأثر بيهم ابتدت وكلهم ينزلوا في نفس الوقت هيتطلعوا تاني اهو طيب ده مفيد بالنسبة لنا في ايه في التوزيع اول حاجة ان هي معلومة جديدة سنين لما تراكاتها عندك بتكتر انت بتحط دايما كل مجموعة على باس تراك ويستحسن تحط لهم كمان عشان يبقوا ماشيين اه يعني بشكل منظم انت مسلا عندك في الفوكالات مسلا لو انت بتسجل كتير عندك مسلا عشرين تراك وعايز توطي كل دول مسلا سنة صغيرة هتروح على كل تراك بقى توطيه سنة صغيرة ويطلع ده اطول من ده وده اكتر من ده وكلام نا لا هو واحد توطي منه وفيوطهم لك بنفس الليبل وفي الاخر لو انت بتفايناليز بقى الحاجات بتاعتك في الميكس وانت بتخلص تلاقي عندك تلاتة مسلا اربعة فيدرز تقدر تتحكم فيهم بتل ما تتحكم مسلا في ستين سبعين فيدر لو انت عندك سيشن كبير او كده فانا شايفه برضو ليه ميزة مهمة وبصراحة يعني البرنامج مش هينزل طبعا اي حاجة ملهاش ميزة فانا شايف ان اي ميزة مهمة جدا واتمنى الكونوا استفدتم منها واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة